دوقية اللوكسنبور تنفي رسمياً أية أعمال تنافسية مالية مخالفة للقانون أو أية ترتبات مالية غير شرعية خصصتها لشركات كبرى يأتي النفي بعد نشر ملف سري يشير إلى أن السلطات الرسمية في اللوكسنبور سمحت بترتبات مالية تسمح لشركات عديدة بدفع ضرائب أقل ما تم هو عمل شرعي وبفعل هذه الشرعية لا داعي للإشارات الاتهامية قال وزير مالية اللوكسنبور رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر الذي كان سابقاً وزيراً للمالية ثم رئيساً للحكومة في اللوكسنبور قال لدى سؤاله عن هذا الموضوع في مؤتمر سحفي في المفوضية الأوروبية المفوضية ستقوم بعملها ولن نتدخل في شأن ملف هو من اختصاص المفوضة المكلفة بشؤون المنافسة حول هذا الموضوع أودري تيلف من يورو نيوز سألت النائب الألماني الأوروبي عن حزب الخضر سفين جي جولد فقال مصداقية جون كلود يونكر على المحك هل سيتصرف جون كلود يونكر كرئيس للمفوضية الأوروبية أم كرئيس لحكومة اللوكسنبور وهل سيوضح الترتيبات التي قام بها في السابق وما هي خطته الضرائبية الواضحة نسبة للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في أوروبا الجدير بالذكر أن دوقية اللوكسنبور كانت قد أعلنت أنها سترفع السرية المصرفية عن الحسابات المودعة في مصارفها اعتبارا من مطلع العام المقبل 2015